وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قادمة من مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي إلى مطار القاهرة الدولي بعد نهاية بطولة الأمم الإفريقية وتقديم المنتخب المصري أداء بطوليا خلال مشوار البطولة وحقق المنتخب الوطني المركز الثاني ببطولة أمم إفريقيا في نسختها الثالثة والثلاثين بعد الخسارة أمام سنغال بركلة الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهاية إفريقيا بالكاميرون وخض لعب المنتخب المصري مواجهات قوية في المشوار الإفريقي حيث تعرض الفراعن لضغوط كبيرة ما بين الإصابات والإرهاق والمشوار الكبير الذي خاضوه في البطولة